قتل لميليشيا حزب الله بقصف إسرائيلي على ريف حنس ورويترز تقول إن الضربات الإسرائيلية الأخيرة تهدف إلى إضعاف تلك الميليشيات قدر الإمكان بهدف تجنيدهم إجباريا قصد تختطف خمسين طفلا منذ بداية العام الجاري وترسل عددا منهم إلى العراق لزجهم في الأعمال القتالية بمناسبة مرور 300 يوم على الحراك السلمي ضد سلطة الأسد مظاهرة في ساحة الكرامة وسط مدينة سويدا نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم أهلا بكم قتل خمسة عناصر من ميليشيا حزب الله اللبناني بقصف إسرائيلي استهدف رتلا من الشاحنات أثناء عبوره الحدود السورية اللبنانية قرب مدينة القسير بليل في حمص هذا ونقلت وكالة رايترز عن مصدر في مخابرات سلطة الأسد قوله إن إسرائيل تسعى لشن حملة عسكرية واسعة نطاق لضرب حزب الله اللبناني في المنطقة التفاصيل في التقرير التالي يبدو أن إسرائيل ماضي في هدفها لتقليص الوجود الإيراني والميليشيات التابعة له في سوريا من خلال ضربات مستمرة لمواقع عسكرية وشحنات أسلحة واستهداف شخصيات بارزة الضربات الإسرائيلية الأخيرة استهدفت رتل شاحنات لحزب الله اللبناني أثناء عبوره الحدود السورية اللبنانية قرب مدينة القسير غربية حمص أسفرت عن مقتل خمسة عناصر لحزب الله بينهم ثلاث سوريين وأثنان لبنانيين بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري لم تسمه فيما قالت صحيفة يديعوت أحرانوت إن الضربات جاءت ردا على إسقاط مسيرة إسرائيلية جنوب لبنان كما سبق ذلك تدمير مسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 كوخاف في الأجواء اللبنانية التحركات الإسرائيلية الأخيرة تشير إلى شن حملة عسكرية واسعة النطاق لضرب حزب الله اللبناني والتأكد من إضعافه قدر الإمكان قبل البدء بأي نوع من القتال بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري في سلطة الأسد كما نقلت عن مصدر عسكري ثاني إن إسرائيل تستهدف أنظمة الدفاع الجوي الروسية والتابعة لسلطة الأسد التي كانت توفر بعض الحماية لحزب الله والميليشيات الإيرانية خلال السنوات الفائتة لطالما أظهرت إسرائيل قدرتها على استهداف شخصيات بارزة عبر تجاوزها للإجراءات الأمنية التي تتخذها إيران في سوريا كان آخر تلك الشخصيات المستشار الإيراني سعيد أيبار الذي قتل في مصنع صواريخ لحزب الله ضمن مقلع حجارة بريف حلب بحسب وكالة رويترز للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا منها تاي السيد مصطفى نعيمي باحث مشارك في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية أهلا بك سيد مصطفى لماذا بدأت إسرائيل تركز في الآوينة الأخيرة على استهداف حزب الله في سوريا حياتي لك سيد رهف والسادة المشاهدين الكرام نعم لا شك أن طبيعة التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها الميليشيات الولائية متعددة الجنسيات وعلى رأسها ميليشي حزب الله اللبناني في نقلها للأسلحة ما بين كل من سوريا ولبنان أصبحت اليوم هي عبء كبير على كل من لبنان وسوريا واليوم طبيعة تلك الأهداف التي توجه لها الضربات أعتقد بأنها مبنية على معلومات استخباراتية دقيقة جدا من حيث تموضع حيث نتحدث اليوم عن مدينة القصير المحتلة من قبل ميليشي حزب الله ومن حيث مدينة النقل التي تم نقلها الأسلحة إليها نتحدث عن طرف الحدود السورية اللبنانية وتحديدا مدينة الهرمل التابعة لبعلبك ولأول مرة نتحدث عن أهداف شمال شرق لبنان بمسافة تتجاوز 200 كم في دلالة واضحة على أن هناك متغير في قواعد الاشتباك الإسرائيلية في تعاملها مع تحركات ميليشي حزب الله اللبنانية وتحديدا في نقلها للأسلحة من سوريا إلى لبنان نعم سيد مصطفى هل يمكن أن نشهد حربا برية بين إسرائيل والميليشيات الإيرانية في جنوب السوري؟ أعتقد بأنه من المرجح تماما أن يكون هناك عمليات خاطفة لكن طبيعة تلك العمليات ستكون ضمن نطاق صغير جدا من حيث التموضع ومن حيث العمليات الخاطفة نتحدث عنها عمليات جراحية نوعية لأهداف متحركة أو ثابتة ربما قد تكون في الأيام القليلة القادمة بناء على حجم التهديدات والمخاطر ونتحدث عن استخدام ميليشيات الموالية لإيران بشكل عام للمسيرات وتم إسقاط أن الولايات المتحدة أعلنت عبر قاعدة التنف بأنها أسقطت مسيرتين كذلك أيضا ما يطلق عليها فصائل المقاومة الإسلامية اليوم في العراق أعلنت عن توجيه ضربات باتجاه ميناء إيلات جنوب فلسطين محتلة فبالتالي هناك مروحة استهدافات كبيرة وربما قد تتغير في أي لحظة طبيعة الردود الإسرائيلية نظرا لحجم التهديدات والمخاطر التي انطلقت سواء كان من خلال الأراضي السورية أو حتى من الأراضي اللبنانية نعم اتهمت إيران في السابق طباطا في سلطة الأسد بتسريب معلومات إلى إسرائيل حول مواقع تواجد عناصرها وقاداتها في سوريا هل الضربات الأخيرة تشير إلى استمرار الضباط في هذه الممارسات؟ أعتقد بأن المعلومات التي يتم جمعها من خلال الضباط أو من خلال ضباط النظام السوري مبنية أيضا على خطوط تواصل إضافة إلى أيضا الجهد الاستخباري الكبير الذي يجريه السرب 122 نحشون شفيف نحشون أورون الذي كان حاضرا في السماء اللبنانية السورية في وقت تنفيذ تلك الغارات في دلالة واضحة أن هناك مقاطعة لتلك المعلومات سواء كانت أمريكيا أو حتى إسرائيليا للوصول إلى أهداف دقيقة جدا من حيث تموضع هذه القوى أو حتى من خلال عملية رصد الشحنات وصولا إلى رصد القادة نتحدث عن مقتل كثير أو استنزاف نحن نتحدث عن مرحلة استنزاف القادة العسكريون في كل من سوريا ولبنان فعمليا المعلومات التي يقدمها النظام السوري في الغالبية العظمى هي تأخذ على محمل الجد من حيث توجيه الطائرات المسيرة من أجل إجراء عمليات سطع جوي لتحديد أهداف بدقة متناهية بالرغم من وجود عمليات تمويه التي تستخدمها الميليشيات الإيرانية إلا أن تلك العمليات لم تحد من على الضربات الجوية الإسرائيلية والأمريكية لكن عمليا عندما نتحدث عن أن ما يطلق عليها فصائل المقاومة الإسلامية في العراق قد قامت عمليات تصعيدية فعمليا ربما قد نشهد هناك ضربات أيضا أمريكية موازية للضربات التي قامت بها تنفيذها إسرائيل سواء كان في سوريا أو حتى في لبنان نعم شكرا لك السيد مصطفى نعيمي باحث مشارك في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية كنت معنا من هاتاي فقدت ميليشيا لواء القدس الاتصال بمجموعة تابعة لها في منطقة جبل العمور قرب مدينة تدمر شرقية حمص أمس الاثنين وشهدت الأيام الماضية فقدان ومقتل قرابة خمسة مجموعات من قوات الأسد والميليشيات التابعة لها في بادية حمص حيث وجهت الاتهامات لتنظيم الدولة وقال نائب رئيس مركز المصالح الروسي في سوريا إن الطيران الروسي نفذ ستة غارات في محافظتي حمص ودير الزور وفق وكالة تاس الروسية اختطفت قصد خمسين طفلا من بداية العام الجاري بهدف تجنيدهم إجباريا في صفوفها من جانب آخر منعات العشرات من طلاب صف التاسع من الوصول إلى مراكز امتحاناتهم في المناطق التي تسيطر عليها سلطة الأسد بريف دير الزور على غرار ما يقوم به تنظيم الدولة وأهيئة تحرير الشام وبقية الفصائل المتشددة تعمل قصد على غسل أدمغة الأطفال ممن تقوم بتجنيدهم في صفوفها من خلال إقامة دورات عقائدية لهم هذا ما صرح به مدير شبكة رصد سوريا فرهاد أوسو لشبكة باس نيوز أوسو قال إن قصد اختطفت خمسين طفلا وطفلا منذ بداية العام الجاري لتجنيدهم في صفوفها وإن الكثير منهم يتعرضون إلى التعنيف والضرب في معسكراتها كما أشار أوسو إلى أن قصد أرسلت عددا من الأطفال إلى قنديل وسنجار شمال العراق لزجهم في الأعمال القتالية هناك وعلى رغم توقيع قائد قصد مظلوم عبدي لاتفاقية منع تجنيد الأطفال مع الأمم المتحدة عام 2019 إلا أن وطيرة خطف الأطفال لتجنيدهم ازدادت الأمر الذي اعتبره أوسو أنه جريمة حرب وفق القوانين والشرائع الدولية انتهاك آخر تم تسجيله على قصد بحق اليافعين ممن لم ينضموا إلى صفوفها العسكرية واختاروا الدراسة والتحصيل العلمي موقع العربي الجديد قال إن قصد منعت العشرات من طلاب صف التاسع من بلدة درنة الشرقية دير الزور من عبور النهر إلى مراكز امتحاناتهم في مدينتي الشعارة والميادين التين تقاعان تحت سيطرة سلطة الأسد لا تقتصر انتهاكات قصد على الأطفال والقصر فقط بل طالت أيضا كبار السن والناشطين المعارضين لها لكن لكل منهم طريقة معاملة تختلف عن الأخرى اعتقلت صباح الأحد عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا خالد ميرو من منزله في مدينة المالكية الشمال شرقي الحسكة ممارسات قصد لم تمر دون ردود أفعال محلية على شكل احتجاجات كان آخرها ما شهدته بلد الدرنة الشرقية دير الزور على إسر مقتل أحد أبنائها علاء الدغمش تحت التعذيب في سجون قصد بعد مداهمة منزله واعتقاله لأسباب مجهولة ما بين خطف الأطفال واعتقال المعارضين لها تواصل قصد سياستها القمعية ضد كل من لا يؤديد ويعمل فكرها فيما يبدو رغم كل ما تلقته من إدانات دولية ومحلية لأنها ما تزال ماضية في ذلك دون وجود أي رادي عنها اعتقلت قصد اليوم الثلاثاء ثلاثة من عضاء المجلس الوطني الكردي وهم علي رمو وأحمد رمو ومحمد تحلو في مدينة القامشلي واقتيادهم إلى جهتهم مجهولة وكانت قصد قد اعتقلت الإعلامية في مجلس الوطني الكردي بريفان إسماعيل وعض حزب الوحدة الكردستاني فواز صالح بنكو إسرى مذاهمة من انزليهما مساء الأحد في مدينة عامودة واقتادتهما إلى جهة مجهولة وصباح الأحد اعتقلت قصد عضو المجلس الفرعي للحزب الديمقراطي الكردستاني في سوريا خالد ميرو من منزله في مدينة المالكية الشمال شرق الحسكة أكدت هيئة التفاوض السورية في اجتماعها الذي عقدته في جينيف فأنه لا حل سياسي في سوريا خارج بيان جينيف والقرار الأممي 2254 وقالت هيئة التفاوض إنها ترفض التطبيع مع الأسد والعودة القصرية للاجئين لما تحمله من مخاطر على حياة السوريين مؤكدة على ضرورة إنهاء ملف المعتقلين وكشف مصير المختفين قصرا وأضافت أنها متمسكة بقرار الأمم المتحدة حول انعقاد اجتماعات اللجنة الدستورية في جينيف ورفض عقدها في أي بلد منخرط بالصراع في سوريا نشاطنا مستمرة وفيها بعد الفاصل أملا للعديد من المصابين بالحروب والزلزال مركز خطوات الإرادة في اسطنبول يقدم خدماته للمئات من مبتور الأطراف مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم تستمر الانتفاضة الشعبية في سويداء لليوم الثلاثمائة على التوالي وقد شهدت ساحة الكرامة مظاهرة رفعت فيها لافتات تؤكد على استمرار التظاهرات حتى تحقيق المطالب الشعبية التي طالب بها الأهالي منذ الأيام الأولى للانتفاضة وهي إسقاط سلطة الأسد وتنفيذ القرارات الأممية التي تنص على الانتقال السياسي الآمن للسلطة ونحن بعشر العيد بمر ذكرى تثمية الانتفاضة السويداء والتي ليست مستقلة عن 13 عام فاتوا وقاموا فيها السوريين لـ 2011 السوريين اللي تهجروا بكل بقاع العالم ما يزيد عن 13 مليون من يعيش منهم في المخيمات من يعيش منهم في دول اللجوء الله يرحم اللي ماتوا بضحايا الباس ناتج الهجرة باس دركيش للأسف كم المعضلة السورية هائلة لحد ما ييجي هذا النظام يعطي منحة 300 ألف أنا بدي اسأل مواطننا الموجود في الشام في الساحل في السويدة ماذا تنتظر من النظام يقدم لك 300 ألف ما بيشتروا كيلو حلو كيلو حلو ما بيشتروا 2 كيلو ملبس ما بيشتروا رط اللبن ورط الجبن شو منتظر من هذا النظام نحنا صحا ما نقول منا تغيير سياسي ومنا اسقاط هذا النظام ولغة اسقاط هذا النظام تعني تغييره سياسيا بس يا ناسنا يا اهلنا نحنا ما نشارك سوية على انه نقول التغيير السياسي سيجلب مصلحة لكل السوريين من ساحة الكرامي نحيي جميع السوريين لقد روحنا على ان هذه الانتفاضة سوف تنتهي ولكن تصميم المنتفضين على الاستمرار بانه لم يكن قرار كان ممر لابد منه لانه لا يمكن خروج من ازماتنا المتراكم الاقتصادية ازمة الفساد ازمة السيارة الوطنية الا بحل سياسي وهذا الحل السياسي هو لا يمكن ان يتحقق الا بانتفاضة شعبية حقيقية تطالب بتطبيق قرارات الامم المتحدة والخروج من هذا المأزق الذي لا مخرج له الا بهذا الحل السياسي وتنضم الينا مراسلتنا نور السيد من السويداء اهلا بكي نور في اليوم الثلاثمائة للاحتجاجات صف الينا كيف كان وضع المظاهرات في السويداء مثل خير رهف اليوم هو اليوم الثلاثمائة للمظاهرات التلمية في السويداء اهالي السويداء اليوم خرجوا في مظاهرة في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء للمطالبة برحيل النظام وتطبيق القرارات الاممية الرامية للانتقال السياسي الامن بالسلطة والافراج عن المعتقلين سياتيين وتحقيق دولة العدالة والقانون اهالي السويداء اكدوا على استمرار مظاهراتهم السلمية بالرغم من كل ما يحاول النظام افتعاله من جر المحافظة الى العسكرة او الى الاقتتال الداخلي من خلال التعزيزات التي ارسلها خلال الاشهر الماضية الا ان اهالي السويداء يؤكدون على سلميتهم واستمرار المظاهرات حتى تحقيق مطالبهم المشروع نعم نور هل هناك خطط يعمل عليها منظم الحراك لتوسيع المظاهرات الى مدن وبلدات المحافظة؟ نعم بالتأكيد ان المنظمون يقومون بتقديم الدعوات الى اهالي القرى والمناطق البعيدة للمشاركة في المظاهرات المركزية في السويداء ولكن بسبب صعوبة الوصول الى المحافظة او الى المدينة الى مركز المدينة وبسبب الموسم الحصاد في هذه الحطرة فتكون العدد اخف قليلا ولكن الدعوات تأتي للجميع نعم شكرا لك مراسلتنا نور السيد كنت معنا من السويداء بمعدات بسيطة محمد العثماني مهجر من مضايا بريف دمشق الى ادلب يصنع انواع متعددة من الاجبان ضمن ورشة صغيرة لنشاهد المادة التالية اتعلمتني عليها هذه المصلحة وقالتتي اتعلمت عليها بالبلد وجيت لهون صرت تطور حالي اول ما اتعلمت تعلمت تصنيع اللبن وتصنيع جبن البلدي هون صرت تطور حالي شوي شوي بالفضل الله عز وجل صرت اشتغل جميع اصلات الجبن الجبن عن اشتغله عن بيع كما مساعدة التكلفة كما المشي امور الناس الموجودة وهي المادة كمسال كان طبع رئيسي عند السوريين كلها هلأ مو طبع رئيسي هلأ الاصناف اللبن تشتغله فيه جبن البلدي فيه جبن مسنب فيه جبن عكاوي فيه جبن الاشقوان جبن الاصابع جبن شلال حلبية حموية فيه حلوم جدل فيه حلوم طبع فيه عدة اصناف من الجبن هلأ انواع جبن كثيرة بس نحن عم نشتغل حسب ما الشي اللي بنطلب مننا بالسوق هون فالطبع مصلحة هي لنقص معدات كتير نحن نسبت نقص معدات ونقص الكمسال يد العامل اليوم يعني انا كمسال عندي عامل واحد ودوبني ان كمسال مشي هذا الشغل كلياته وكمية الحليب اللي عندي كمسال بشتغل فيها انه نظامي يعني محب ان كمسال نخي مواد تاني مثل فيه معامل تشتغل غير هيك وفيه نقص معدات انا هي اكتر شيء صعوبات بالعمل من الصبح من الساعة سبع ايام دلس ساعة انتانى ثلاثة وانا هنعم نشتغل بهذه المصلحة وغير هيك فيه إلى صعوبات انه عم يصير حماوة الجبن بتأسش عدينا بتاع الجسدي طموحي اني طور حالي ويصير عندي ان شاء الله معدات ويصير عندي معمل واخدم مصلحتي اكتر من هيك افتتحت منظمة مرحمة البوسنية بالتعاون مع هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ايها ها مدرستين في مدنتين راعي وصوران وتتسع المدرستين لقرابة الف طالب وطالبة من الحلقتين الاولى والثانية في مبادرة لدعم التعليم في مدينتي الراعي وصوران شمال حلب افتتحت منظمة اعاءاء التركية بالتعاون مع منظمة مرحمة البوسنية مدرستين تستوعبان مئات الطلاب من الحلقة الاولى والثانية الافتتاح جاء بالمشاركة مع المجالس المحلية وممثلين عن المنظمات المالحة وعددا من الاهالي طبعا مدرسنا صوران تقريبا يعني ستحتوي على 720 تلميذا بالإضافة لمدرسة الراعي فسعتها تقريبا 360 طالب طبعا هذه سلسلة من أعمال نحن في مكتب التعليم في منظمة الإغاثة الإنسانية التركية ايهاها طبعا قمنا بالكثير من الأعمال ولا ذلت أعمالنا مستمرة كالترميم المدارس وأيضا إن شاء الله نحن ننتظر أن نقوم بمشاريع أيضا أخرى يعني لتمكين البنية التحتية للتعليم ببناء عدة مدارس لأن الحاجة كثيرة لتلك المشاريع أكثر من ألف طالب وطالبة تهيأت لهم من خلال هذا المشروع بيئة تعليمية جيدة يفتقدها الكثير من الأطفال شمال سوريا حيث ستسهمها تان المدرستان في التخفيف من الإزدحام الصفي والذي لا يقتصر على المدارس في صوران والراعي بل تشهده معظم المدارس في الشمال السوري نشكر منظمة مرحمة البوسنوية والتي قامت مع منظمة إيهاها ببناء هذه المدرسة وهذا الصرح المؤلف من ست غرف طفية وإدارة والحقيقة أزاه عنه هما كبيرا في إنشاء المدارس في البناطق المحررة شهدت البنية التحدية لقطاع التعليم شمال سوريا انحدارا كبيرا خلال العقد الأخير بسبب تضلر الكثير من المدارس جراء القصف واستضعف الدعم المخصص لبناء منشآت تعليمية جديدة أو لإعادة الترميم ما يجعل من افتتاح هاتين المدرستين خطوة هامة في سبيل تسخير بعض الدعم الخارجي لتحسين واقع التعليم ستسهم هذه المنشآت التعليمية الجديدة بتمكين عشرات الأطفال من نيل حقهم في التعليم ضمن بيئة تعليمية جيدة في ظل تحديات كبيرة تعترض قطاع التعليم شمال سوريا عمار قاسم من مدينة الراعي حلب اليوم تمكن مركز خطوات الإرادة من تلبية احتياجات المئات من مبتوري الأطراف جراء الحرب في سوريا وكارثة الزلزال كما افتتح المركز فروع جديدة في اسطنبول التركية ومدينة الباب السورية عبدالله بركات سوري لاجئ في تركيا فقد ثلاثة من أطرافه قبل 12 سنة مما اضطره للاعتماد على الأطراف الصناعية وجد بركات في مركز خطوات الإرادة في اسطنبول ما بحث عنه منذ إصابته فالأطراف التي حصل عليها من جديد هنا وبشكل مجاني وفرت له ليونة في الحركة وسهولة في التنقل تصوبت بحلب بالإزاعة بالألفين واثناش طلعت على تركيا ركبت أطراف بكلس وبعد الفترة صار الزلزال كنت موجود بأنطاكا بعد الزلزال طلعنا لهون وتعرفنا على المركز الحمد لله رب العالمين ركبونا أطراف سفلية الحمد لله رب العالمين بدأ مركز خطوات الإرادة عمله قبل تسع سنوات في مدينة غازي أنتاب انطلق حينها بمبادرة من سوريين لمساعدة فاقدي الأطراف والذين تضاعفت عددهم بشكل كبير جراء الحرب في سوريا حيث اضطر المركز لافتتاح فروع جديدة في اسطنبول التركية ومدينة الباب السورية كما ساهم بتخديم متضرري الزلزال في سوريا وتركيا نحن لحد الآن تقريبا ركبنا 3000 طرف وفي عنا 2600 طرف هنين بقائمة الانتظار اعتمدنا على عدة تبرعات من جمعيات خيرية كويتية جمعية المبرى جمعية الساير الكويتية للإغاثة وجمعية العون المباشر رسالتنا تقديم الدعم والمساعدة لمبتوري الأطراف والمرضى ومصابي الزلزال والحروب لاستعادة استقلاليتهم وكرامتهم أول ما بلش مرض السلطان كان في إجري بالعظم طلعت على اسطنبول لأتعالج أخذت أول شي علاج كيميوي بعده كرروا بالبتر ما مش الحال كان كتير وضع إجري منتهي الحمد لله بتروا لإجري وبعده رجاء تكملت كيميوي وإنشان يقضوا على المرض والحمد لله أحسن بعدين تعرفت على هذا المركز جيت ركب الطرف تصميم الأطراف الصناعية وتصنيعها داخل المركز يعتمد معايير عالية من الدقة ووفق احتياجات كل مريض كما يقدم المركز برامج تأهيل متكاملة تساعد المرضى في استعادة القدرة على الحركة والتكيف مع الأطراف الجديدة تعتبر زراعة القمح من أهم الزراعات في الشمال السوري حيث يعول المزارعون عليها عليها لكونها زراعة رئيسية يعتمدون عليها لتحسين أوضاعهم المالية لتأتي تسعيرة الحكومة وتخيب آمالهم التفاصيل في المادة التالية التي أعدها مراسلنا فلنتابع خيبة آمال كبيرة تسببت بها قرارات حكومة الإنقاذ للمزارعين في سهل الروج الذين زرعوا القمح على أمل تحقيق أرباح تعود خسائرهم في السنوات الماضية ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن حيث أعلنت الحكومة عن تسعيرة مخفضة للقمح المستلم من المزارعين موسم الحنطة لا يتعدل 250-300 كيلو إنتاج والحبت السودي نفس الشي 60-70 كيلو يعني كل مواسم ضعيفة وبالنسبة للأسعار كمان السعر الحنطة 300 و 10 دولارات مقوفة مع المزارعين يعني كلها تشكي من قلة السعر المو مناسب يعني سنت الجاعة بقولوا أنه ما بغا نزرع حنطة خارصة لأن ما عبتوفي معهم الحنطة عندك دلم أرميل الأرض حمره 150 بالمية 150 200 للـ 250 300 ما حد قطع عنده اتفاجأنا بالتسعيرة ما شاء الله تسعيرة 300-310 طبعا النوع الأول وين فيه عندنا في منطقتنا فيه الصنف حنطة ما في الصنف كلها نوع درجة رابعة درجة رابعة شقد يعني 290 دولار تمام؟ شو بدأت 990 دولار؟ التكلفة ما طال عنها الخيبة التي واجهها مزارع القمح قد تدفعهم إلى الابتعاد عن زراعته في السنوات القادمة خاصة أن المساحات المزروعة بالقمح والشعير في محافظة إدلب لا تغطي حتى ثلثة احتياجات سكان المنطقة كل المزارعين عبت تحكي كلام واحد أنه السن المقبلة حنطة ما رح نزرع لأنه الحنطة أول شيء موسم صار ضعيف ما عدي أنتج لأنه قليل دعمه هاي واحدة تالي واحدة المزارع هلق موسمه عندما يصدر الحنطة بده شيء ما كان يصدر عليه الحنطة أنه مضمون أو مدعوم مدد الحنطة لازم تكون مدعومة الفلاحة اليوم عبد يدور على كل التجار لحد يأخذ منه الموسم تابع الحنطة ما حد عبد يأخذه وكتصدير للحكومة بده يصدر الحكومة ويأخذ حقه بعض الشهرين المزارع اليوم عليه ديون يعتبر القمح من أبرز المحاصيل الزراعية الحيوية إذ يمثل عصب الحياة وشريانها نظراً لاعتماد السكان الكبير عليه لذا من الضروري تقديم الدعم اللازم لزراعته وتسهيل كافة العقبات التي تواجه المزارعين بحسب ما ذكروا يعيش المزارعون في سهل الروج حالة من الأحباط بسبب التسعيرة التي حددتها حكومة الإنقاذ لمحصول القمح هذا العام يقول المزارعون إن هذه التسعيرة لا تغطي تكاليف الإنتاج التي تحملها منذ بدء الزراعة وحتى الحصاد هذا الوضع يدفع العديد منهم إلى التفكير في العزوف عن زراعة القمح في السنين المقبلة أحمد يد حلب اليوم سهل الروج نهاية نشرتنا لهذا اليوم لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني حلبtodaytv.net دمتم برعاية الله اشتركوا في القناة